السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله دائما وابدا اليوم راح نحكي عن موضوع تعباية الاستمارة تبع الضرائب باليوتيوب تمام يعني كل شخص بتدفع على قناته ان شاء الله باله عنا وعند الجميع في استمارة الضرائب بتطلبها منه شركة جوجل اتسنز مشان يعبيها مشان دفع الضرائب تمام فرح نحكي عن هذا الموضوع اشرح لكم انا اليوم ان شاء الله بالصور خطوة بخطوة تمام مثل العادة بمعيد كلمين عم يشوف الفيديو جديد وما لو مشترك عندي بالقناة اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات تمام هلأ راح نبلش بالفيديو اشرح لكم ان شاء الله خطوة بخطوة يلا خلينا نبلش هلأ اول شغلة متل ما كون شايفين عنه هون راح نفتح على الحساب تبعنا بجوجل اتسنز نفوت على جوجل كل الناس بتعرف نفوت على جوجل اه منحط الايميل تبعنا ونفتح على حساب الجوجل اتسنز اللي عاملينه نحنا تمام متل ما كون شايفين هون يكون عاطينا هاي الرسالة وعبي انه انه اه مهم تحقق مما اذا كانت اه معلومات الضرائب الاضافية مطلوبة منك يجب ان يوصل كل الشركاء يعني انه هاي لك الرسالة موجودة عنكم هون انه لازم تعبي عنا الطلق الضريبي تمام فنحنا بنكبس على ادارة المعلومات الضريبية تمام بعد ما نكبس على ادارة المعلومات الضريبية بنقلنا على هاي الصفحة مثل ما كون شايفين هون ادارة معلومات الضريبية فنكبس له هون على كلمة اضافة المعلومات الضريبية تمام بعد ما نكبس عليها بنقلنا على هاي الصفحة هون عم يقول لك حط اه ايميلك وحط الباسور وعمل له بعدين وفوت على الحساب تبعك. بعدين بيفتحنا على هاي الصفحة كما كون شايفين. بس يفتحنا على هاي الصفحة كما كون شايفين هم مكتوبهم معلومات عن الضرائب في الولايات المتحدة. للعسور على نماذج ضرائب المناسب يرجى اولا الاجابة على وضع اسئلة يعني ما راح طول عليكم كما كون شايفين هم شو مكتوب عنا. تمام? فنحن اول شي شو لازم نساوي بنحط هون ما هو نوع حسابك اذا كان حساب فردي او تجاري تمام? ونحن بنخلي هون حسب شو انتو حسابكم فردي ولا تجاري. بنقول له انا مسلا حسابي فردي. تمام? اه بعدين عم يقول لك هل انت مواطن او مقيم في الولايات المتحدة? اذا كان واحد مقيم بيقول له نعم. اذا كان لا بنقول له لا. بعدين بنعطي التالي. هون عم يقول لك اختر نوع النموذج الضريبي. W8 تمام? استنادا الى الاجابات التي اخترتها يجب ملع نموذج W8. هلا هون شكرا عم يشوكات بي لك. غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج من قبل افراد غير امريكيين. ويمكن ايضا استخدامه لطلب الاستفادة من مزايا المعاهدة الضريبية. تمام? يلي تحتاش ومكتوب. غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج من قبل كيان تجاري او فردي غير امريكي يجني دخلا منطبطا بتجارة او نشاط تجاري له في الولايات المتحدة ويتم اقرار ضريبة للدخل في الولايات المتحدة. يعني الخيار اللي الاولان يلي فوق احنا لازم نختاره. انه هذا بيكون لانه. تمام? اه نحن مالنا بامريكا وما عنا مثلا ضرائب او شي عم او شغل عم تشتغل بامريكا. فمنختار الخيار الاولاني. يلي تحت للناس مثل ما اريته. يلي عنده شغل وعنده ضرائب عم تدفحها بامريكا. فنحنا مختار الاولاني بعدين منقله. نمتح النموذج. بعدين بنقلنا على هي الصفحة. مثل ما كون شايفين هون مكتوب عنه هون التعريف الضريبي. تأكد من ان هذه المعلمات مطابقة. تماما مع تلك المدرجة في مستندات الضريبة. ومن ان النموذج موقع من مقبل ومسيم مفهوم لهذا الكيان القانوني. تمام? هلأ عندك اول واحدة هون فوق لازم تكتب اسمك بالكامل. تمام? شو الاسم؟ تكتب الاسم بالكامل. يلي تحت اه اه شركة التزاوية. نشاطها تجاري باسم. هون حاطي لك اختياري. ما بتحطها عادي. بتخليها مثل ما هي. هون عم يقول لك المنطقة او البلد الذي تحمل الجنسية. هون بتحطه مثل ما انتو حاطين معلومات بالزبط بجوجل ادسنس. يعني انتو مثلا حاطين هون. انا مثلا حاطت معلوماتي. انو انا الاقامة مثلا والبلد المانيا. تمام? فبحط انا عندي هون المانيا. تمام? بعدين بننتقل علي بعدها. هون شو عم يقلنا? عم يقلنا رقم التعريف الضريبي. تي اي اي ان. الاجنبي. هذا الرقم انا عامل فيديو عندي اه عن موضوعه. تمام? بحط لكم الرابط عندي بالوصف. يمكنكم تفوتوا على الفيديو وتشوفوا شو هو هذا التي اي ان. هلأ هون عم يقول لك انو هذا الحقل اختياري. تمام? يعني انت اذا حابب تحط اذا انت عندك رقم ضريبي. يعني مثلا اللي بالدول العربية. اغلبيتنا ما عندنا رقم ضريبي. تمام? يعني مين اللي عنده رقم ضريبي? اصحاب المحلات. التجار. اصحاب الشركات. هدول عندهم ارقام ضريبية. تمام? لانو بيتعاملوا بالشحن والأصوص الشغلات. فعندهم ارقام ضريبية. اما احنا اشخاص العاديين يعني اللي عم يكونوا مشتغل مثلا موظف عند حدا ولا كذا. فما ما في هذا الموضوع. تمام? اغلبيت الدول العربية بظن انه هيك. تمام? فما بيحطوا واحد رقم ما عنده رقم. او بامكانكم متل ما تلكم تفوتوا على الفيديو وتشوفوا شو شو الرقم اللي لازم تخطوه هنا. هلا نحنا هون ما رح نحط شيء تمام? هنخليه متل ما هو. متل ما كون شايفين اللي تحته كمان الرقم التعريفي. اه التعريف الضريبي تي اي ان تمام? في ولاية المتحدة او رقم التأمين الاجتماعي. هاي كمان ما حطي لكم اختياري. بمكانكم ما تعبوه. بعدين منك بس له التالي. ينقلنا على هاي الصفحة. هون عم يقول لك فوق انه انه الاسم الفرد اللي حاطينه الاسم كامل وتحت المنطقة او البلد اللي نعميل. اللي حطينا نحنا المانيا. هلا هون عم يقول لك العنوان. عنوان الاقامة الدائم. تمام? انه عنوان الاقامة الدائم هو صندوق بريد او عنوان العناية وسيطلب منك ارسال مستندات اضافية او صندوق البريد. فانه هاي القصص هاي كلاتها مهمة. تمام? فهون محطوا له اشارة صح عليها. بعدين مننزل لتحت هلا. هون عم يقول لك تحت بلد منطقة السكان. بتحط البلد اللي انت مسجل فيها. تمام? عندك العنوان التاني بتحط اسم الشارع. اللي هو مكتوب هون سطر لعنوان واحد. تحط اسم الشارع. نفسه اللي حاطه بجوجل ادسنز. تمام? والسطر اللي تحته بتحط له انه بتخلي هذا ما تحط شي. تحت عندك شوف كلمة المدينة. تمام? بتحط المدينة اللي هي انت عايش فيها. وين مثلا اي مدينة. هامبورد برلين. اي مدينة انت عايش فيها بتحطها. وهون عنا المنطقة. تمام? المنطقة المدينة كمام? بتحط اسم المدينة. وهون الرمز. لازم تحط الرمز البريدي. شو الرمز البريدي تبعه? اه مدينتك وتحطه. هلا بالنسبة للناس اللي اه ما بتعرف شو هو الرمز البريدي. بامكان كم تفوتوا على جوجل وتحطوا مسلا بتكتبوا مسلا نفطرد دمشق. تحطوا مدينة دمشق الرمز البريدي. فوتوا عليه بيعطيكم الرمز البريدي تلعنية مدينة دمشق. تمام? هلا. بقى ما خلينا نعبي هدولة. منعطيه التالي. هون شو يقول لك? هون عم يقول لك انه لازم نتأكد انه الاساس اللي حطيتها هي كلها مزبوطة. تمام? هون عم يقول لك العنوان عم يراجع لك كل المعلومات اللي انت حطيتها. تمام? انه تمام. هلا هون عنا رقب ثلاثة. المعاهدة الضريبية. هل تريد المطالبة بنسبة اقتطاع اقل بموجب معاهدة ضريبية? هلا هي شو معناتها? هي معناتها للناس يلي ساكنة بالبلد يلي ما في اه معاهدة او اتفاقية بين الولايات المتحدة والبلد اللي هو عايش فيها بالنسبة لموضوع الضرائب. تمام? يعني مثلا احنا هون باوروبا تمام? في اتفاقية معاهدة بين الولايات المتحدة الاوروبا على موضوع اه الضرائب. تمام? فانا بما اني عايش باوروبا بحط له اشارة نعم. تمام? حط له اشارة نعم. اما يلي عايشين ببلد مثلا ما في اتفاقية بينهم بين ولايات المتحدة اتفاقية ضريبية. تمام? بحطوا على كلمة لا. وتحطوا على كلمة لا بنخصم منهم ثلاثين بالمية من المشاهدات اللي بتيجيون فقط من الولايات المتحدة. كمان عندي فيديو انا عامل حاكي عن الموضوع والشروط الجديدة اللي عملوها مشان موضوع الخصم ثلاثين بالمية بالنسبة لها الضرائب. هاي اه كمان رح اتركوا الفيديو عندي بالوصف ويمكنكم تفوتوا على الوصف وتشوفوا الفيديو يلي انا شارح عن هذا الموضوع فيه. تمام? فهلا اتفقنا يلي قاعد ببلد ما في اتفاقية بين ولايات المتحدة حط لا. يلي في قاعد ببلد في اتفاقية بيحط نعم. بعدين بنعطيه التالي. هون هلا شو عميقلك قلبنا على هي الصفحة. عميقلنا انه هون المعلومات اللي انت حطيتها كلها مزبوطة وكلها ما في عليه اي مشاكل. فانت لازم تفوت على النموذج. تمام? بس فوت على النموذج بيطلع لك هيك. تمام? وبيقول لك هون بحب تكون حط لك كل شي معلومات عنك عن اللي اللي عبيتها انت. صحيحة ولا اه في شي غلق بدك تعدلو. تمام? بس نقراه الاربع عشرين. بعدين اكتب له هون. واكد انني راجعت المستندات الضريبية المقدمة حسب علمي. واعتقد انها صحيحة وسليمة وكاملة. بتحط اشارة صح هون. بعدين بتقول له التالي. بعدين بينقلنا على هي الصفحة. هون عميقلك الشهادة. اه. اقلوا تحت قطائلة عقوبة. يعني اصاص بتقروه انتو هون اذا بتكون. وهون حاطت لك تحت اسمك الكامل اللي حطيته انت. تمام? وبعدين بيقول لك هون انه هل انت هو الشخص المدرج في قسم التوقيع? فاذا انت بتقول له نعم انا هو الشخص المدرج في قسم التوقيع وانني اكمل هذه النموذج باسمي الشخصي. اذا كنت انت مو انت لأ. حدا عم ينوب عنك. بتكبس انه يلي تحت. تمام? بعدين نكبس عليها وبنقول له التالي. هون اللي فتحنا على هي الصفحة. هون عميقلك الشهادة وكذا والاصاصية الكلياتها. اه وصلنا لعند وين? وصلنا لعند هل اجرى الفرد او الكيان المحددين في الفقرة التعريف الضريبية اي نشاط او خدمة لصالح جوجل في الولايات المتحدة. تمام? اذا كان نعم بتقول له نعم. اذا كان لا بتقول له لا. تمام? يلي بعدها افادة رسمية تثبت بتغيير الحالة الضريبية. تمام? عم يقولولك هون هل تقدم معلومات ضريبة خاصة بملف شخصي جديد او حالي للدفع اه لم يسبق له تلقي دفعات او معلومات خاصة بملف شخصي حالي للدفع سبق ان تلقيت دفعات يعني بما معناه انه انه انت مسجل قبل همرة عنا من حساب تاني او متعامل معنا بهذا الموضوع الضرائب دافعين لك مدافعين لها كذا. فاذا كنت ايه كان في عندك تعامل بينك وبينهم بتقول له اعلى تاني واحدة ان يقدم معلومات ضريبية خاصة بملف شخصي جديد او حالي الدفع لم يسبق له تلقي دفعات. الخيار الاول انه انه انت لا ما لك متعامل معهم ابدا تمام ولا مرة متعامل معهم تكبس على انه ولا مرة متعامل معهم اما اذا متعامل معهم بقنوات تاني او امور تاني بتكبس هون على الخيار اللي تحتو انني اقدم معلومات ضريبية خاصة بملف شخصي حالي للدفع سبق ان تلقي دفعات اذا كنت انت متلقي دفعات وحطيت على الخيار هادو تلو ارسال بيعطوك هاي الرسالة بيقولولك هون هون معناته هو اتخط اشارة صح على هاي الكلمة اللي موجودة هون تمام انه انت عم تقولون انه انا عبيت هاي المعلومات كلها ياتا وانا صاحب هاي الافادة اللي انا حابعدلكم ياها وانا متأكد من كل بياناتي اللي حابعدلكم ياها هلأ تمام فهي انت بس تكبس عليها اشارة صح هون معناته انت متأكدت الامور كلها تمام فاذا كنت انت متعامل معهم بتقوله الخيار التحتاني بتقوله اشارة صح بعدين بتقوله ارسال تمام ما كنت متعامل معهم وتحط الاولى مثل ما حكينا بعدين بعد ما اعطي كل هاي المعلومات هاي كلها ياتا وتضبط الامور هيك هون بيقلك معلومات عن الضرائب في الولايات المتحدة نموذج W8BN الحالي مقبول بيحط لك هيك اشارة مقبول قدام منها ويحط لك بقى المعلومات اللي انت تساويتها وهون عم يقول لك تحت نموذج تقين انه نحن نخص منك الانتاج التفزيوني و الافلام من نسبة تلقائي خطاط اللي عاتين بالمية يعني هالامور كلها تاعد تمام؟ هلا بظن انا من بعد هذا الشراح اللي شرحنا نستاهل اشتراح ما منستاهل اشتراح نستاهل بمعيدكم اشتركوا بالقناة وعملونا لايك وشاركوا الفيديو خلوه يوصل لأكبر عدد ممكن اه من الناس تمام؟ هيك ان شاء الله بكموش رح تلكم كل الخطوات يلي لازم نعملها بالنسبة لها تعباية هي الاستمارة تمام؟ اه اذا عنكن اي استفسارات او اي اسئلة بتنوروا القناة عندي والفيديوهات بتعليقاتكم الحلوة تمام؟ اكتبوا لي بالتعليق اي سؤال بكم ياه وان شاء الله انا جاهز باذن الله تمام؟ اتشكركم اللي حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة